هكومة جديدة عندها تحديات أول هذه التحديات التحدي الاقتصادي قبل ما أخش فيه الاستحداث والدمجة وخلافه أتكلم في الشارع والشارع هنا اللي يهمني هو البصلة التحدي الاقتصادي ضبط الأسعار إيجاد مصادر بديلة للعملة الأجنبية العمل على ملفات زي السياحة وعندنا مهرجان مهم زي الصناعة عندنا حقيبة مهمة راحة لوزير مهم كل ده ترجمته إزاي قدامك الحقيقة في البداية خلينا نقول أن الملف الاقتصادي هو أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة الجديدة اللي هتؤدي اليمين الدستورية النهاردة الليه الملف الاقتصادي لأن فيه الاقتصاد العالمي بيمر بتباطق في معدلات النمو ارتفاعات في الأسعار بشكل كبير على مدار الأربع سنين اللي فاتت استدعت أن البنوك المركزية ترفع الفايدة ودي كانت تأثيراتها كبيرة على بيئة الاستثمار العالمية دي انعكاسات على الاقتصاد المصري مهمة وبالتالي الحكومة الجديدة عن طريق استحداث وزارات متخصصة في ملف الاستثمار والتجارة الخارجية بالإضافة إلى أن كمان يعني فكرة وجود النواب الكتيرة وفي نفس الوقت كمان التنسيق الجهود ما بين الوزارات المعنية وجهات الحكومية بينها وبين بعضها ده أولوية مهمة خلال المرحلة المقبلة مواطن المصري سيد مصطفى عايز يشوف يعني فكرة الأسعار هو الأولوية بالنسبة له الفترة الحالية خفض الأسعار تدريجيا خلال المرحلة المقبلة ده الأولوية وخفض معدل التضخم تحديدا الثلاث شهور اللي فاتت معدل التضخم انقفض في مصر تدريجيا لـ 27% استهداف البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة أنه هو ينزل لأقل من 10% خلال الشهور المقبلة وبالتالي ده بيستتبع أن الحكومة الجديدة بالتنسيق مع البنك المركزي لأن البنك المركزي دوره الأساسي هو استقرار الأسعار Price Stability وده دور البنوك المركزية في العالم كله وبالتالي الفترة المقبلة هتحتاج أن التعامل مع ملف الأسعار والتضخم الملف الثاني المهم زيادة الانتاجية في القطاعات المهمة زي الزراع والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة وأنا بشوف أن التلات قطاعات دول هما الأهم خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري ببساطة جديدة لأنه أنت كلما بتزود انتاجية السلع والمنتجات من القطاعات دي ده بتزود المعروض منها في الأسواق والقاعدة الاقتصادية البسيطة كلما بتزود المعروض من أي سلعة كلما سعرها بينخفض في الأسواق وكمان بتزود فرص التصدير للخارج كدولة مصرية أولوية الحكومة كمان خلال الفترة المقبلة الثالثة هي الفكرة الخاصة بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي للمباشر ورؤوس الأموال والعملة الأجنبية في مصادر خمسة للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري السياحة، صادرات المصرية لدول العالم المختلفة تحولات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى قطاع قناة سويس طبعا وإرادات قناة سويس وأخيرا قطاع المتعلق بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سواء المباشر وغير المباشر في أرقام مهمة في الاستثمار غير المباشر ورصيد تقريبا نحن نتكلم على 33 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة صفقات استثمارية كبرى تم الإعلان عنها مؤخرا سواء المشروع الخاص المبارح والتكامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص باستثمارات تريليون جنيه في تطوير 5500 فدان في السحل الشمالي قبلها صفقة رأس الحكمة 35 مليار دولار قبلها يوم السابت والحد اللي فاته كان المؤتمر الشديد الأهمية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وده إجمال التعاقدات الخاصة به ومذكرات التفاهم 67.7 مليار يورو الأرقام دي مهمة ترجمتها إلى مشروعات حقيقية متسرعة البيس أو مؤتير التنفيذ هذه المشروعات ده تحدي مهم أمام الحكومة لأن الفكرة الأساسية لما أنت بتستحدث وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية وبالتالي في أولوية تم استحداث هذه الوزارة في الحكومة الجديدة أنه يكون الملف تحت قيادة أنا يعني أعرف الوزير الجديد هو حد مشهود لي بالكفاءة في ملف بنوك الاستثمار وبالتالي الفترة المقبلة مع التواصل مع العالم الخارجي ملف الاستثمار والتجارة الخارجية هو الأولوية التالتة يعني إحنا بنتكلم على الأسعار وضبط الأسواق بنتكلم على تعزيز موارد العملة الأجنبية والاستثمار وغيرها من موارد العملة الصعبة والحاجة اللي أنا بشوفها برضو ملحة خلال المرحلة المقبلة التواصل المباشر مع المواطنين إحنا عندنا دلوقتي الحكومة الجديدة إحنا بنتكلم على 32 وزارة تقريبا نتغير 20 وزير يعني فيه 20 وجه جديد في الحقائم الوزرية المختلفة تم دخ دماء جديد صحيح وحركة المحافظين حركة المحافظين أنا بتكلم على 27 محافظة تقريبا 20 محافظة في وجوه جديدة في 21 محافظة تحديدا شفنا سيدات كمان هيكونوا محافظين نسبة تمثيل المرأة والشباب عن طريق الأدوار الخاصة بنواب الوزراء ونواب المحافظين ونواب رئيس مجلس الوزراء دي نقطة مهمة جدا فيه كمان الحكومة الجديدة أخر نقطة هو النزول بسن الوزراء يعني أنا الملمح العام للوزراء فيه الحكومة الجديدة والمحافظين اللي مطروحين ونوابهم أنا أعتقد أن فيه انقفاض في معدل السن وده شباب الدفع من الشباب وعنصر المرأة وده مهم للمرحلة المقبلة في مزيد من التواصل مع المواطن